السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي اليوم قراءة لعزيزي برج الميزان الشمس والقمر والطالع لشهر جوان او يونيو او حزيران ولا تنسوا انها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك اخذوا ما ترتاحون اليه من الرسالة وتركوا الباقي يعود ويرجع للكون في سلام فهناك برج الميزان اخر يحتاج لهذه القراءة سمحولي نسيت ما الشمعة انا اسفة سنشوف ما هي قراءة عزيزي برج الميزان لهذا الشهر ثم سنشوف نصيحة ملائكة الحب والنصيحة السحرية كانت من لكم حف سعيد حف سعيد حف سعيد يا ربي الحبيب في القراءة او في حياتكم اه العاطفية في حياتكم الشخصية في حياتكم المادية كانت من لكم حف سعيد في كل شيء ان شاء الله. معا? لنبدأ. بسم الله. اسفة من جديد تليفور عيطولي وانا يعني كندير السحب اسفة مهم لنواصل عزيزي برج الميزان. البعض منكم عندكم هدف تريدون تحقيقه وتقومون بتوفير المال يعني كتجمعوا الفلوس. كتجمعوا الفلوس لانا عندكم واحد الهدف بغيتوا تديروا شيء حاجة نعم ولا تريدون يعني تضيع المال ما بغيتش تضيعوا المال يعني كتجمعوا المال لا تريدون اضاعة المال ربما تريدون شراء بيت البعض منكم او تخلص من الديون او بناء مشروع عامل البعض الاخر او شراء السيارة مهم ارى ان يعني لديكم هدف وتريدون تحقيقه وانتم تعملون بتوفير المال كتجمعوا المال نعم والنتيجة ان شاء الله ستكون النجاح ان شاء الله والفرح بعد تحقيق هذا الحلم او هذا الهدف البعض منكم كذلك يبحث عن انجاب طفل اخر نعم بالنسبة المتزوجين يعني عندكم طفل وتريدون تبحثون عن يعني انجاب طفل اخر نعم والان القراءة العاطفية العاطفية عزيزي برج الميزان اراء انراء طاقتك انت هي العصبية الشديدة يعني تتصرف دون تفكير تتخذ قرارات دون تفكير يعني انت منير في بزاف نعم منير في بزاف هذا الايام وتتصرف ان انت برج هواء اياك عزيزي برج الميزان لكن طاقتك نارية نعم طاقتك نارية في هذه الايام انت يعني تتعصب تغييت تنفعل بسرعة وتتصرف يعني الاندفاع يسيطر على حياتك على افعالك في هذه الايام نعم وهو لماذا لان علاش كتصرفها كده علاش لان هناك فائض من الغضب يعني ليس فقط غضب شديد بل يعني يعني فائض من الغضب نعم علاش لماذا تفعل هذا لمحاربة الحزن الشديد الذي انت تتواجد فيه نعم نحن نتكلم عن انفصال ونهاية علاقة جميلة علاقة حب نعم ما زال هناك حب ما زال هناك حب انت تحبه يعني هذه نهاية العلاقة اه بجوج يعني كانت اه كانت علاقة مش العلاقة كانت نهاية يعني فضيعة لكم بجوج نعم وده بغد نشوف ما هي طاقة الحابب لكن هذا هاد الكارت تتكلم عن النهاية لكن نهاية يعني رهيبة نعم لكم الاثنين يعني بجوج بكم كانت نهاية او انفصال اه سيء بالنسبة لكم بجوج نعم بالنسبة لكم الاثنين وخاف اذا وانت بسبب هذا الحزن الشديد تشعر بالوحدة انت حزين بزاك ماذا تفعل يعني يعني كرد فعل نفسي انت تتصرف بعنف شيئا ما يعني بهذا العصبية الشديدة نعم يعني تحارب الحزن بالغضب الشديد هذه هي طاقتك انت عزيزي برج برج الميزان اما عزيزي برج الميزان يعني هذا الحبيب الذي تسأله طاقته كذلك طاقته كذلك هي الحزن لكن باللتي هناك عزيزي برج الميزان سنتكلم عن الشخص الاخر الذي تسأله عن طاقته هو هي هناك خليط من المشاعر خليط من المشاعر مشاعر ايجابية وسلبية نعم يعني هناك يعني عندما اقول خليط هاد الانسان يعني كيفاش نشرح لكم يعني مشي تلاتة ولا جول ولا اربعة ديال المشاعر الكثير يعني عنده بزاف بزاف ديال مشاعر كثيرة ومختلفة يستحيلوا حصرها في كلمة واحدة في كلمة واحدة نعم هذا الانسان خليوني نرفز وانكلكم المشاعر دياله اذا كنت تسأل هل هذا الانسان يحبك نعم مازال يحبك انت تحبه هو يحبك هذا هو مازال يحبك مازال يحبك وهذا الكرت يتكلم عن الحب الصافي لكن الله يخليك بخليوني انركز انركز في المشاعر واستقديال الحبيب هذا الشخص الذي تسأله عنه لا تنزد واحدة الكرت هنايا نعم صافي نعم هو قلنا ان هذا الانسان لديه خليط كبير من المشاعر الزبتية المشاعر جابية وسلبية هذا الانسان لماذا هذا الانسان يكبت المشاعر يريد ان يأتي نعم يريد ان يعود اليك يريد العودة الى الحبيب انت الحبيب انت حياته لكن كبرياءه يمنعه يعني الكبرياء دياله لا يحب ان يظهر ضعفا يعني هو نقطة ضعف هذا الانسان هذا الانسان اولا طاقته نارية او نارية او بلاتين يعني المهامنة هي نارية يعني حمل اسد او قوس وكذلك هوائية مثلك يعني ميزان دلو وجوزاء نعم هذا ما اره دابا اعتقد الحبيب قلنا هذا الحبيب نقطة ضعفه هو ان تراه ضعيفا شوفوا تنقل نقطة ضعفه هو ان تراه ضعيفا هو الانسان يعني الكبرياء دياله يمنعه من يعني ما يخليش يظهر يظهر المشاعر الحقيقية يعني هناك كبت وكتمنى المشاعر الحقيقة عند هذا الشخص هو الان هو الان يدرك ان هذا الانفصال والابتعاد يؤدي الى فقدانك يعني غدا يخسرك لديناها يعني هذا التفكير والقلق الكبير بانه يعني يخسرك نعم؟ هذا من جهة يعيش في حزن وكآبة شوفوا بجوجة الكارت يفكر فيك بزاف ويعيش في كآبة وحزن شديد لماذا؟ لان هناك مشاعر يعني هناك مشاعر حب حية نعم وفي نفس الوقت يحس بي الندم ندم كبير لدينا حزن لدينا كآبة عندنا الندم عندنا الخوف من يعني ان يخسر نعم؟ انا اركز فقط في طاقة الحبيب لن اتكلم يعني عن سبب الانفصال لانكم انتم يعني تطلبون لي يعني دائما القراءة ان تكون عاطفة وهل سيعود الحبيب لذلك انا سأركز في طاقة الحبيب نعم عندنا كذلك هذا الانسان انه يعني رغم ما فعله لدينا الكبرياء كذلك رغم ما فعله هو يفكر ان الاشياء بينكما لم تنتهي لماذا؟ لانه يحبك يعني المشاعر ديله ما كتخليش تخونكيل ما كتخليش يعيش يعني بسلام نعم يعني لدينا تأذنيب الضمير هنا في في هذه القراءة نعم ويخدع نفسه يكذب نعم يكذب يعني كتمان المشاعر نعم وهناك رغبة شديدة في انقاذ هذه العلاقة وهذا الحب لكن من جهة اخرى هو لا يريد الاعتراف لا يريد الاعتراف بانه يعني يحتاج اليك هذا الانسان يعني في واحده كبرياء لكني طانوه مره نعم هو يحبك يحتاج اليك نعم وهو الان في في وضعي في حالة تأمل وتفكير لان هذا هذا الخالط من المشاعر يعني مرداته نعم مرداته هو مريض لان لديه خالط من المشاعر وبالتالي لديه صراع عنيف وبالتالي حرب داخلية حرب داخلية معه مع رسول مع نفسه نعم اذا ماذا سيفعل هذا الحبيب يريد التواصل يريد هذا الكارت تقول انه يريد التواصل انك انت حياته يعني هذا حب صافي حب توأم الروح حب صافي حب آآ آآ حب حقيقي حب دوأم الروح نعم هذا الانسان يريد التواصل معك نعم وهذا الكارت تقول ان هذا الانسان يفكر هذا كذلك كارت المعاناة وكذلك كارت التفكير العميق بزاف ليس التفكير العميق هو هذا يعني تأمل والعزلة لكن هذا هو التفكير يعني كيف يفكر فيك بزاف 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 ليل ونهار وهذا التفكير ما كيخليه شي يعني تخونكيل نعم وهو الان يفكر بطريقة ايجابية يفكر في بناء حياة جميلة معك يعني هذا الانسان يطبق قانون الجذب هذا الانسان يقوم ببناء الواقع الذي يريده معك انت حبيبه نعم وما دمت هذه الافكار في عقله فهذا ما سيحدث يعني لدينا قانون من جديد يعني ستتجسد يعني هو افكاره الان يعني لنترك المشاعر السلبية ويعني الخالط الذي تكلمنا عنه يعني هذه المعاناة التي يعني يحس بها ويشعر بها الان هذا الانسان بعد التأمل العميق الان يريد التواصل ويخطط في عقله نعم الدفاع التأمل العزلة يعني فكر والندم والشعور بتأنيب الضمير وهذه هي يعني كرد انه يعني يفكر ان الحب كرد الانتصار نعم كرد الانتصار الحب سينتصر في الاخر لماذا لانه سينهر ولماذا سينهر لانه يحبك لانك انت حياته يعني بدونك الحياة ظلام بدونك نعم هذا الانسان يحبك نعم واذا كلنا هذا الانسان يريد التواصل وهو يرسم ما يريده حقا خلوني نشوف الله يخليكم الكاميرا لان احيانا كالطفالية وهو ما يريد هو بناء واقع جميل معك نعم وبالتالي هذا سيحدث لذلك عزيزي برج الميزان الله يخليك قد نزيد هذا انت يعني لا تفقد الامل هذا لا تفقد الامل ابدا لا تفقد الامل ولا تغرق في احزانك نعم لابد ان تكون لديك ثقة قوية ولا تفقد الامل الله يخليك لانها مسألة نمو شخصي مسألة نمو رحاني هذا الانسان يعني هو بين سماوي نعم عليه ان يتعلم من اخطائه نعم وهذه التجربة سيجعله ينمو ينضج رحانيا يعني انسان عندما سيعود هذا الانسان وهو يفكر بالعودة لانه يخطط ذلك في عقله سيعود انسان افضل انسان جديد لذلك عزيزي برج الميزان الله يخليك انت يعني ابقى في سلامك يعني انت كذلك يعني خرج من تلك السلبيات يعني من طاقتك السلبية من ذاك الغضب ومن ذاك الحزن والشعور بالوحدة والكآبة خرج انت يعني خرج من ذاك الدائرة السوداء وانت كذلك يجب ان تكون ذبذباتك هي الصفاء السلام الويقام لماذا ليعود الحبيب يعني هو عمل من طرفك مبجوج هو يعني يعمل من جهة هو اندمان ويفكر فيك ويحبك رغم ما ارتكبه يعني رغم الخطأ الذي ارتكبه يعني نحن لا نتكلم عنه عن الماضي فقط عن طاقتكما طاقة الحبيب وطاقتك انت نعم وهذا الانسان يشفى هذا الانسان يتعلم من اخطائه نعم هو يسد دين سماو الان نعم يتعلم لكن عزيزي يعني الاحداث الاشياء لا تحدث عندما تريده انت نعم لتحدث الاشياء اوسع انهار لا الاشياء تحدث كما خططها الكون دائما اقول نفس الشيء الاشياء مكتوبة عند الخالق لذلك ارجوكم الحياة مكتوبة ومرسومة كل ما علينا هو ان نكون ايجابيين وان نسلم امرنا للخالق لا يمكن تغيير الماضي نعم لكن يمكنكم التعلم من هذا الدرس يعني من درس الماضي هذا الانسان يحتاج لوضوح نعم يحتاج لوضوح هذا الانسان يحتاج لرؤية النور يحتاج لوضوح يحتاج لوضوح عقلي وشفاء روحي لكن انت كذلك يجب ان تعمل يعني من جهة ديارك احتى انا لانك انها طاقت توأم الروح هناك تواصل عميق كبير بينك ومشدي تواصل نعم كبير تواصل روحاني هناك ما زال هناك حب وشغف كبير من طرف هذا الانسان ويفكر فيك ويريد يعني هذا ما في عقلي يعني انا كنزيد الكارت كنشوف هل سيعود لكن فقط ارى انه يخطط ويفكر ويحبك يعني ارى ان هناك يعني حب والتفكير في الاستقرار ويعني حب توأم الروح ومعاند انتم يعني عشتم شي تجربة يعني قبيحة بزاف لذلك لنترك الوقت يعني يشفي هذه المرحلة انت تحتاج للشفاء وهو يحتاج للشفاء اكثر لان الخطأ اه هو من بع الخطأ هو الذي ارتكب الخطأ لذلك هو يعاني اكثر منك انت تعاني لانك تشتاق اليه لانك تحبه لكن انت روحك يعني روحك روحك روح ديالك مرتاحة لانك انت يعني ليس لديك ندم انت لم تفعل اي شي سلبي لهذا الانسان لكن العكس هو الصحيح لذلك هو يعني هو معاناته اكبر من معاناتك لان ضميره يؤنبه لذلك ارجوك عزيزي برج الميزان كن متفائل الله يخليكم فهذه قصة حب جميلة ونهايتها انا كنزد الكارت كنشوف هل يعني العودة ستكون قريبة لكنه يخطط يعني كل الكارت تتكلم عن ان هناك سيكافح سيدافع يحبك يريد بناء لكن لا ارى عودة دابا دابا لكنه يفكر ذلك وبما انه يفكر ذلك هذا لان هناك كمشاعر قوية وعندما يكون هناك حب يعني الحب هو الذي ينتصر دائما هو في عقله هو يعني ان يكون معك نعم؟ كانت كلها كارت جميلة كارت حب وقلنا ان طاقت هذا الحبيب نارية وكذلك هوائية يعني قلت لكم هوائية ونارية المهم انا نسيت هي طاقت نارية وهوائية اقول ذلك من جديد نعم اذا هذا الانسان سيدافع نعم ما في عقله هو شيء جميل هو الحب يعني الخالط من المشعر الذي تكلمنا عليه قبيلة لكنه يحبك ومادام هناك حب فهناك انتصار هذا الانسان سينهار في الاخير والنهاية ستكون انتصار الحب وبالتالي هذه هي نهاياتكم يعني انت هو الاعتذار يعني نعم يطلب منك السماح والعودة ان شاء الله لكن لا ارى العودة دبي يعني انا عيت من دركت لكن يكفي لكن مادم هناك حب كبير حب توأم الروح فتوأم الروح لمفر منه فسيعود اكيد سيعود ان شاء الله يا ربي لنرى يعني لنقوى القراءة بنصيحة الملائكة والنصيحة السحرية تقول الحب الحقيقي ها هو الحب حياته هذا هو حب حياته تقول هذا القراءة وهذه تقول خدعة تقول في هذه العلاقة واحد منكم يحمل قناع قناع يعني لكن هذا لا تعني يعني انه يخدعك او يخونك هذا يعني هذا القراءة يعني لها يعني الرسال لديها معاني يعني مختلفة وهذه تعني يعني الكاذب يحمل قناع انه يكذب وماذا يعني ذا يعني ما قلناه في البداية انه يكبت المشاعر يخفي مشاعره الحقيقية لماذا لانه يحبك لانه يحبك يحبك ما زال يحبك او إذ لم تكن هناك مشاعر يعني ماذا سيخفي لا شيء كم يعني كم سيعيش يعني يتخون كيلو ومع يعني يتخون كيلو مع راسو ما عندو ليس لم تكن هناك مشاعر فليس هناك ما نخفي وما دام هناك مشاعر فهو يخفيها وهو لديه اسبابه نعم اما الكارت الاخيرة تقول اطلب ما تتمنى اجعل الكون يستمع لما تحتاج اليه يعني من من جديد الدعاء والايمان الله يخليكم الدعاء والايمان وعدم فقدان الثقة ولا الامل الله يخليكم اليوم ما غديش ندعي معاكم الله يحفظكم الله يخليكم لا اليوم كل ما اطلبه منكم ارجوكم الله يخليكم ارجوكم كونوا ايجابيين الله يخليكم كونوا ايجابيين هذا هو الحل الوحيد يعني ليس هناك حلو الاخرى اما تغرق في الحزن للابد والتجرب المزيد من الحزن او تنفتح مثل وردة فصل الربيع نعم وتشكر يعني وتنظر للشمس كمثلما تنظر الورود للشمس وتفرح وتنفتح هذه هي التقل التي اريدها في احبابي واخواني في هذه القناة لماذا لماذا اقول هذا لان البارح توصل بواحد التعليق انها يعني يعني تصدمت واحد التعليق يعني خلته لوحد البنت لا اتذكر الاسم مهامها او شيء من هذا القبيل انا لا يعني لا ارجب عن التعليقات لانها الاف تعليقات لكن البارح يعني انهارت نعم وكنت عييت ومع ذلك يعني اجبت على التعليق لن اقول لكم ماذا كتبت يعني في فيديو الذي قمت بتحميليه البارح اخر برج ماذا كان البرج دياله اخر برج البارح العقرب يعني العقرب نعم في برج العقرب تركت لي واحد يعني وانا انسان احساس الله يخليكم يعني لا تتفوهوا بهذا النوع من الكلمات بهذه السهولة الله يخليكم انتم ابنيتات زوينات ولديكم حياة جميلة يعني حياة طويلة لماذا تتفوهون بهذه الاشياء السلبية لا افهم يعني لا احد يعني يستحق ان انهار من اجله بهذه الطريقة وان تفوه بهذه الكلمات واعيد لن اقول ما قالته لا احب يعني هذه السلبية في قناتي لاني انهار معكم الله يخليكم اذا كنتم تريدون ان اكون متفائلة وارسل لكم هذا التفاؤل وهذه الايجابية الله يخليكم ما تصدمونيش يعني لا تجعلون انهار انا انسان سلبي اه حساسة بزاف حساسة بزاف لا يمكنكم ان تتصوروا يعني وعندما اقرأ التعليق انا احس بك يا اختي كيفش يعني تتلقي لهذا التعليق يعني بهذا السهولة لا يخليك لا يخليكم كنوا ايجابيين سيلوا بله لا يخليكم مهم كنوا ايجابيين سيلوا بله اذا كنتم تحبون ايمان وتحبون قناتي وتريدون يعني ان نواصل في هذه القناة قناة الحب يعني انا الاسم دي لها هي كوس مكلوم ان نحب بعضنا لذلك لا تجرحونني انا عارف انك تتكلمين عن نفسك تتكلمين عن يعني كآبتك لكن انا انسان حساسة واحس بما تحسين بي ربما بطريقة يعني بشكل مضاعف يعني ضربة في مية او في الف او في ملا نهاية يعني انسان حساسة بزر لذلك حذاري من الكنم الذي تكتبونا الله يخليكم انا عارف انك يعني تتكلمين عن نفسك لكن الله يخليكم كنوا ايجابيين اذا كنتم تحبونني كنوا ايجابيين ارجوكم مهما كانت القراءة مهما كان واقعكم كنوا ايجابيين ويعني انتم الان تستمعون لكلام كلام ايمان نعم لكن عوض ان تستمعوا فقط يعني جربوا كنوا ايجابيين يعني لمدة يعني كتبوها في ورقة كتبوا يعني اسمكم وكتبوا يعني انكم ستكونون ايجابيين وستبتسمون اكثر وستضحكون اكثر ولا تفكرون في هذا الحد بطريقة سلبية ولا ولد الحرم ولا الزفت ولا هاد هذه الاشياء السلبية احيانا كتتحكوني لكنها في الحقيقة يعني سلبية ما تفكروش هكدا لا هاد الزفت لا ولد الحرم لهذا الله يعني ظلمني الله وهذا دعاء السلبي الله كتبوا في الورقة ما تريدونه كتبو نعم اكتبوا احلامكم وامنيتكم اكتبوها لكن يجب ان تطبقوا ما اقولوا ان تكونوا ايجابيين بعقلكم بروحكم وبقلبكم وباجزادكم يعني ارتاحوا ضحكوا شطحوا ارقصوا غنوا كل هذه اشياء ايجابية تساعدنا وترفع من تبذباتنا الايجابية